أطول سورة في القرآن الكريم سورة البقرة آياتها 286 والبقرة حيوان معروف ويطلق على الجامس أيضا وكذا ورد اسم بعض الحيوانات الأخرى أيضا في القرآن منها الفيل، النمل، النحل وهذا لا يخل من الحكمة بالتأكيد والإسلام يعترف بحقوق الحيوانات فلا تجوز مصارعتها مع بعضها والظلم وتحميل الحيوان ما لا يستطيع وقد كان يقطع من الحيوان الحي قطعة من اللحم المرغوب فيه وهو قائم حتى يموت ألم وحسب الدراسات التي أجرت في طريقة ذبح الحيوان وعددها 36 حسب علمنا كلها تؤكد على أن الذكاة الشرعية التي انتهاجها الإسلام هي الطريقة المثلى في هذا الصدد وتكريفتها قليلة وفيها تخفيف على الحيوان ورحمة به ويمكن الذبح حيث يشاء المرء ولا شك أن الطريقة التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي أفضل من جميع الطرق وسوق اللحم الحلال يعد من أكبر الأسواق في العالم بل إن الحقيقة المثيرة للإعجاب أن الدول التي لا يوجد فيها عدد من المسلمين بشكل كبير يقبلون على طلب اللحم الحلال كثيرا جدا وذلك لأن الناس يثيقون به أكثر من الناحية الصحية وطعمه لذيذ وفيه الالتزام بما وصف الله امتثالا وإرضاء له سبحانه وتعالى وفيه شفاء وبركة هل تعلمون أن بين عامي 2013 و2016 ميلادية قد زاد إنتاج لحم الماعز بمعدل 46% وللأغنام حوالي 210 أقسام في العالم تربى هذه الحيوانات للحصول على اللحم والحليب والجلود جنبا إلى جنب وترتبط بها أيضا أربعون صناعة أخرى ولا سيما في عيد الأبحى المبارك بحيث تنشط أعمال كثيرة تتعلق بها كوسائل النقل وتغذية الحيوانات والقصاب والخشاب وبائع الجلود وكل ذلك يقوّل اقتصاد وينميه في البلاد أيها الإخوة تعتبر اللحوم من الأغذية الأساسية لتكوين الحديد والزنك وفيتامين بيه ولا يوجد شيء يؤمن جميع حاجات الإنسان الجسدية وبالتالي يجب أن تكون الخضروات والفواكه جزءا هاما لمائدتنا إلى جانب الرياضة البدنية وفي أحد أقوال شيخ سماحة الشيخ حفظه الله يقول لا تكلف الجهاز الهضمي ما كان من مهمة الأسنان أي امضغ الطعام مضغا جيدا وباب آداب الطعام من كتاب نفحات السنن لسماحة الشيخ يعتبر بالنسبة لنا مفيدا جدا فيما يتعلق بالطعام أرجو قراءته كما يمكنكم الحصول عليه من مكتبة المدينة أو تحميله مجانا من موقع مركز الدعوة الإسلامية من هذا الرابط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر